بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبة أموركم هانية نتمنى يا رب تكونوا كاملين بألف خير وصحة وسلامة يا رب الحلقة ديال اليوم يعني بعجين واحد غد نحضروا به جوشه وغد نضربوا عصفرين بحجر واحد غدا وقوتي أو لعشة وقوتي بعجين واحد هذا الطبق الكانيلوني بلكخاب كي يجي هائل جدا غطان رائع جدا مشبح وأكيد ولدتي تحمقوا عليه أنا أصلا ولدتي تحمقوا على هالطبق كانيلوني بلكخاب حشوة رائعة في المتناول والمتبقي دياللكخاب حدرت بهم هالكخاب حلوين توضفهم سواء القوتي أو للإفطار يعني غطان تيجي رائع بكل مقاييس ما شهدكم فيه لتحضير العجين غد نحتاج ثلاث كؤوس دقيق أبيض بايو عادل 300 كرام جوج مع القكبار ديال السيت ثلاث حبات ديال البيض عندي الربعمية ميلي لتخ ديال الحليب وميتين ميلي لتخ ديال الماء ومعي القصغيرة ديال الملح وحد معي القصغيرة ديال السكر هاده هما المقادر اللي غد نحتاجه لتحضير العجين في جبهنا وضعت فيها دوكتلات حبات ديال البيض جوج مع القكبار ديال الزيت زيت نباتي ممكن ديره الزبدة القياس ديال الملح يعني وحد نسمع يلقاها كولا الرسل مع القدية الملح ضفت لهم الحليب السوائل يعني الحليب والماء ما بناتهم وحد 600 ملي لتخ ديال بعمية حليب وميتين ملي لتخ ماء وغدا نضيف الدقيقة بالكأس بالكأس ونخدمه سواء هكذا بالخلاط هاد البلانجير او لا بالخلاط العادي الخلاط الكهربائي العادي يعني حتى كنسجمو لنا العناصر كاملين وكان حصلوه هنا ضفت واحد مع القديل السكر في الاخير يعني انا كنت نسيتها تلعي التالي وعد ضفتها ديلو غير مع القصغيرة ديال السكر سوفوك تخلطوهم زيان حتى كتحصلوه على خليط بهاد الشكل يعني ما فيش تكتولات اللي بغت فيه ممكن انا يعني خدمتهم زيان بالتالي ما فيش تكتولات بتاتا غادي نغطيه ونخليها ارتاح لأيتاما نحضر الحشوه في مقلات فيها يعني واحد دربعات مع الكبار ديال زيت زيت نباتي وجوج حبات ديال بصل متوسطي اللي قطعتهم هكذا مكعبات وغدا نضيف على دوك جوج حبات ديال بصل واحد نسمع القديل بودرة التون واحد الحفنة ديال سبانخ كل ما كانوا سبانخ كتار كل ما كانت جي يعني الحشوه بهم الديدة انا فقط كاس عندي حفنة ديال سبانخ كانت عندي في المجمد سبانخ ما كان فوجوش ليوم سيمنة ولا عشري يام في المجمد ابعد حد ونستغلهم انا كانت استغلهم بزاف هكذا في الوملات وفي بعض بعض المخبوزات الى ما كنتش غاضي نديرهم على شكل مشرملين يعني كانت استغلهم في المملحات ايضا اضفت لهم تقريبا واحد تلتميات جرام ديال الكفتة متبلة كفتة الدجاج متبلة سوف نشحرهم مرة وكنحاولو نفكو هديك الكفزة بهذا الشكل وغضي في التوابل ديالي عندي معلقة صغيرة مملوئة ديال بابخيكا او للتحميرة عندي معلقة صغيرة ديال كوركم او للخرقوم بالدين نسمع علقة ديال سكنجبير او للزنجابيل راس المعلقة ديال الفلفل اسود او للبزار والملح دائما الملح كيبقى حسب الدوق سافي كان مزج هاد العناسر وانا كان شحار يعني في هاد الحشوه احتكت ندمج وحتكت الطيبلين الكفتة وديك البصيلة وديك السبانخ وكينشف يعني ضروري ما ينشفوه ما يبقاش فيهم الماء ضفتليهم معلقة يعني في التالي بعد ما طفيت ضفتليهم معلقة كبيرة ديال اربع مقطع وجوج قطاع ديال الجبن اللي بغي ديال الجبن مبشور ممكن جبن متجزاري لا ايضا ممكن وممكن حتى السلسلة البشاميل وحتجوج معلقة كبار يعني باش كتعلقها وباش كتجمعها انا ضفتليها جوج مكعبات ديال الجبن سافي وكان نمزجو العناصر بهذا الشكل ونخلي الحشوه ديالي جانبا وغادي نبدأ في تحدي اللي كخاب خديت مقلات ساخنة دهنتها بشوية ديال سايت يعني كندهنو المرة الاولى فقط وكان وضع فيها مغير فاهاكدا ديال الخليط ديال اللي كخاب حاولوا انهم يكونوا رقق كل ما يكونوا رقق يجو احسن وكيتلفوه سافي وكان بذن طيبهم بهذا الطريقة يعني لكخاب كل ما يرتاح كل ما يجو هاد الفقاعة بايني طريقة واضحة ديال طهي ديالهم سافي ولي طيبتها كان وضعها هكدا على منديل حتى كملت يعني اللي كخاب ديالي كاملين انا في الصراحة بنتي اللي كملاتهم انا كنت كان وجدت سلسلة البشامل هنا في كاسخول وضعت فيها معلقة كبيرة ديال الزبدة جوش معالك كبار ديال الدقيق كان شحرهم هكدا حتى كيتشح لنا دك الطقيق مع الزبدة وغادا نضيف الحليب بشوية بشوية وانا كنفك دكتك التولات ديال الدقيق نصف الليتر ديال الحليب اضفت لها ايضا القياس ديال الملح واحد رسل معلقة ديال فلفل اسود وكان خلطو بها الطريقة احتكت تكتل يعني وحتكت عقاد لينا سلسلة البشامل انا ما بغيتاش عاقدة بزاف يعني غير هكدا سافيو حبسها جهد لي غادي تبرد غادي تعقاد عود تاني جي قياس سافيو بديتش في تشكيل غراثان ديالي كان اخدو الكريب وكانو ضع فيهم الحشوة بهذا الشكل وكان بدى اللف على شكل كانيلوني يعني بهذا الشكل الطويل كنظن ان الفيديو شارح نفسه هنا اللي بغيت ضيفوا حد رشة ديال الجبن ممكن انا يعني عارفة كان فيها البشامل وهذا اللي انا حدفت الجبن كسافيت فقط بدك جوش قطع والجبن اللي غندير من الفوق كيف كتعرفوا مثل هاد الاطباق الداد وهدا ولكن شي شوية كيكونوا دهنيين لكن الوليدات تيحباقوا عليهم يعني تيبغيوا مثل هاد الاطباق مرة 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 كنفرحوهم بها ومن باب تغيير يعني بقيت مستمر راح تكملت اللي كخاب ديالي يعني احتكت لفوهم كامل بها الطريقة كتجي شهوة رائعة ولديدة عن جد يعني كيجيوا رائعين وتعتمدهم كوجبة عشاء او لغداء مش بعين ولدات في الصيني اللي غدي تدخل الفرن وضعت فيها واحد شوية يعني من سلسة البشاميل وبديت كنستف اللي كخاب ديالي اولا اللي كان يلوني بهاد الشكل وضعت ايضا كمية من سلسة البشاميل متبقي ديال ها هكذا من الفوق تغطيت هادوك القطع ديال اللي كخاب كاملي سافي وغدا نضيف لهم واحد درشة ديال الجبن جبن احمر ولا جبن موزاريلا اللي متوفر عندكم وغدا ندخل الصيني ديالي الفرن ساخن نار من الاسفل ومن الاعلى على درج حرارة ما بين 200-240 حتى كتتتحمر وكتغطينا لنا البلاد يالنا المتبقي ديالي كخاب خليتوا يعني كوجبة للقوتي او للفطور دهنتوا هكذا بشوكولاتة للدهن وكترشوه باي مكسرات متوفرة عندكم وبعد المرات كنضيف فيها احتل الجرانولا يعني لم قاتلكم الجرانولا وهذا يعني فيها جميع الفواكه الجافة والمكسرات وهذا ايضا كتجي معدك شوكولات وصليب خيب كيجيوا هائلين وهذا هو الشكل ديالهم يعني بعد ما كملت الكخاب الحلوين ايضا كتزين كتزينهم بسلسة الكراميل هكذا من الفوق ممكن ايضا الرشا ديال المكسرات ولا اللوز المجروش كيجيوا رائعين والداد تعتامدهم هكذا القوتي او للإفطال اليومي كيجيوا ايضا هائلين هاد الكخاب حلوين وكيف قلت بعجين واحد عصفورين بحجر واحد دلنا كغطى مالح كيجي هائل ورائع مش هيتكون فيه وهاد الكخاب حلوين ايضا بسلسة الشوكولات والكراميل كيجيوا روعة وفي وقت واجيز يعني كنكونوا تهنينة ايضا درتو هالعشا راكم تهنيتوا من القوتيو والعشا ويدا درتو هالها دارا تهنيتوا ايضا من العشا والفطور ديالاغت انا هادو خزنتهم يعني غلفتهم بالفيلم اناموتاق ودخلتهم نتلاجة هادا اللي كخاب حلوين لاغت دالي يعني نسخل فرن حتى كيسخن وانطفي وندخلهم بدك تباسل ديالهم لانا تيدخل فرن ندخلهم غير تيسخنوا صافي ونحطهم والقراطان ديالي هادا هو الشكل دياله تيجي هائل جدا وكيف قلت يعني الوليدات تيحمقوا على هاد الاطباق وكيز بقى يعني شهيوة من باب التغيير كنحاولون غيروها كده في الاطباق ديالنا اليومية وهذا هو الشكل ديالهم عن قلب كييجيو هائلين كيف قلت ممكن تعتمدهم كوجبة غداء او عشاء يعني اللي حبت خاطركم وبهكده الحلقة دياليوم غدي تكون سلاة نتمنى هاد الاختراحين اللي اعتدتكم اليوم يرقوكم ينالوا استحسانكم وارضاكم شكرا للمتابعة وانتظروني في الحلقات المقبلة بإذن الله شكرا للمشاهدة